على كل إن على ما يبدو الأنباء يمكن اللي مش لطيف النهارده هما نبقين واحد منهم اللي احنا قلناه متعلق بالأستاذ مكرم محمد أحمد والخبر التاني متعلق بالعبد لله لما دخل التلفزيون المصري سنة 1998 من 23 سنة وبعد كم شهر في الكوريدور بتاع القناة الفضائية المصرية أو قطاع القناة الفضائية المصرية أنا داك قابلت راجل لبس نطارة عينيه خضرة عنده شنب كث كفيف جدا 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 وتبصله تلاقيه مكشر كده مع إنه هو مش مكشر ولا حاجة بس ليه هبة يا أخي سبحان الله وبعدين تقف تتكلم معاه تلاقي شخص غاية في اللطف وخفيف الظل إلى أبعد الحدود صاحب إفه حاضر ده الأستاذ يسري غرابة الله يرحمه الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة أستاذ يسري توفي من شوية بسبب الكورونا أستاذ يسري غرابة يمكن تقدر تقول عليه ده تاني جيل يخش التلفزيون ده الأستاذ يسري الله يرحمك يا أستاذ يسري خف الدم وطيبة وجدعانة واحتواء للأجيال بتاعت اللي كان يسميهم إخواته الزغيرين أو عياله زي حالتي ده تاني جيل يشتغل مخرجين في التلفزيون اشتغل مع أستاذ أماني فاهمي في أول برنامج ليها على الشاشة كان اسمه لقاء الجماهير بعد كده اشتغل مع الأستاذ أماني ناشط بقى في برنامج كان اسمه كاميرا تسعة وبعد كده يمكن بعض الأجيال عرفته بقى من البرنامج الشهير جدا مواقف وطرائف بتاع الأستاذ جلال علام لو تتذكروا يعني أنا البرنامج كان من البرامج اللطيفة الظريفة اللي كنا يعني جيلنا يوازن دايما على مشاهدتها ما بصك إذا تخيلت أن أنا شايف أستاذ يوسري على الشاشة أستاذ يوسري غرابة تاريخ مهم جدا بالمناسبة في مسألة الإخراج التلفزيوني دي حاجة هو أول مخرج في مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون العريق يخرج المهرجانات الكبيرة زي مهرجان القاهرة الدولي مهرجان اسكندرية مهرجان المسرح التجريبي في أول تجاربه الأولى خالص أول مظاهر المسرح التجريبي أو مهرجان للمسرح التجريبي برضو كان أستاذ يوسري هو اللي بيخرج هذه التغطيات لهذه المهرجانات الكبيرة ومنها طلع مدرسة كبيرة من مخرجين المهرجانات يعني في ناس كتير تفرجت التأكيد على شغله وما إلى ذلك أستاذ يسري كان راجل طيب محترم جدع متبني دائما للأفكار وللمواهب الله يرحمك يا أستاذ يسري الله يرحمك الله يرحمك